اشتركوا في القناة يرم عليه إلى أن المساعي المستمرة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على القطاع الخاص باعتباره محركاً أساسياً وشركاً فاعلاً في عملية التنمية قد بدأت تؤتي ثمارها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفضل ما تحظى به المنطقة من موارد ومقومات عززت من تنافسيتها على مختلف الصعود جاء ذلك لدى مشاركة معالي في الجلسة الحوارية بعنوان القدرة التنافسية في عصر الاقتصادات الذكية وذلك في إطار مشاركة معالي في الاجتماع الخاص للمنتد الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية شار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن البحرين ودول المنطقة تمتلك المقومات التنافسية اللازمة لعصر الذكاء الاصطناعي لافتا إلى أهمية زيادة الاستثمار والتوسع في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارها إحدى الأولويات التي تعمل من أجلها الدول والاستفادة من تطور مجالاتها في تسريع توفير الخدمات وتحسين الحوكمة مؤكدا معالي أن مزايا تطور التقني تتخطى المخاطر ويجب توظيفها لصالح نمو الاقتصاد والمجتمعات لافتا معالي لضرورة تهيئة البنى التحتية الملائمة لهذا المجال وتبني الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الازدهار الرقمي وخلق الفرص النوعية وبناء المستقبل الواعد مؤكدا معالي على أهمية دعم العنصر البشري وأصقلهم بالمهارات الكافية وسن القوانين والتشريعات وموائمتها مع عملية النمو الاقتصادي في مختلف المجالات منوها معالي بالجهود التي بدلتها مملكة البحرين للدفع قدما بالأنظمة التعليمية ومواكبتها للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي كما بيّن معالي أن مملكة البحرين أولت اهتماما بالغا لزيادة الاستثمار في القطاعات الواعدة إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي وتهيئة البنى التحتية الرقمية ورفضها بمختلف التسهيلات والموارد الداعمة لها مشيرا معالي إلى حرص مملكة البحرين على الاستفادة من مختلف المجالات في التحول الرقمي في تحسين جودة وكفاءة مختلف الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر